هو فيه حد عائل يقدر يهرب من انه تعلم انجليش؟ اكيد لا الحياة كلها دلوقتي ما تنفعش من غير انجليش بس لما تروح تتعلم في مكان وما تلاقيش الخمس حاجات اللي هقولك عليهم دول اهرب نمبر وان تيتشينج متودولوجي ما تدخلش الكلاس وانت مش عارف انت هتعمل ايه ولا حتى حاسس التيتش اللي قدامك عارف هو بيعمليه كويس لازم تكون جزء اساسي من اللي بيحصل جول كلاس يجب ان تتعلم في مجتمع بحاجات الهاتف مجموعة الاسعادات مجموعة وشكلات ومتعبها وانتشاة نمبر 2 او بمعنى ثاني حلم مشكلة الامبرسمن لازم من اول كلاس بحجم الان فيقضي على اي خوف جواك من انك تتكلم انجليش وبيتديك تقاكبة انت تغلق وتعاضب وتحاول تتكلم وبيخلق كامستري بيلك وبينه وتخليك دايماً واثق في نفسك وفيك على فكرة زمن التعليم الأكاديمج ده خلاص راحت عليه بالنسبة للأطفال أو حتى الكبار والناس الوقت اللي بتتابع أهم معلومات في حياتها من خلال الجيمز والأغاني والروال بلايز اللي بتحصل في بقية التدريس كده الموضوع بيكون أسهل بكتير والمعلومات بتثبت في زهناك طول عاما ما تسمحش نفسك أبداً إنك تتعلم grammar في طريقة المدات عمرنا ما حبناها لازم تعلم بطريقة سهلة وبطيطة في كلامك العاد وتستخدمهم في حياتك اليومي لا يزم تحس إن البيئة المحيطة بيك بتساعدك إنك تتعلم وتمارس الإنجليش بشكل يومي في نهاية التعليم مش حضور وغياب وبس لازم يكون في نيرب تيتشيرز يعلموك النط الصح ويخلوك طغوط في تفاصيل وثقافة اللغة كمان مش كده وبس لازم الكوميونيتي ده يقدم لك كل الحلول المتعلقة بالإنجليش زي الصفار وفرص العمل وزي يكون إنجليش هو اللايفستايل بتاعك ويها أعلى كايوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة